هذا وقد قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من الهدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك وللسا بحس بيك جمبي في كل مكان وسوتك في المكان بيرن وللسا بحن وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني شهداء قدموا أرواحهم للوطن فارقون بأجسادهم لكنهم أحياء بذكراهم في وجدان كل مصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء بهم ومعهم في المناسبات والأعياد ومنها عيد الفطر المبارك يبعث لهم الهدايا دايماً بيفاجئنا بالتكريم وبيفاجئنا بالشكر وبيفاجئنا بكل حاجة حلوة تساعدنا وتساعد أولنا نهاردة أنا مبسوطة جداً بوجودكم معانا ومن هدايا الرئيس والرئيس منتناش وابتكرنا ودي حاجة كويسة وإحنا فخرين بيها وحشني يا بابا ومحشني الكلام وياك تعالى بحلمي من فضلك أفض فضلك هما اللي بيضحوا في سبيل الوطن وربنا علشان ان احنا نعيش في بيتنا متطمنين وقاعدين متأكدين محدش هيجي يتعدى علينا يعني كل مؤسسات الدولة بتهتم بينا وبتدينا المرتبة اللائقة بينا بناء عن اللي شايفينه من السيد الرئيس من اهتمام وصون طيبين السيد الرئيس بعت لكم هلية دايماس بتاعدي الفطر وليا الفطر عشان من قبّم الهشتين أبويا ما ماتش أبويا شهيد بجنب دحاين سيادة الرئيس اللقاءات بتاعته والسؤال بتاعه وكل حاجة يعني ايه مش مخلينا حسين ان احنا فقدنا حياة باية دايماً يبقى فاكرنا كده على طول ويا رب يعينه عشان نحمي بلدنا نصدق جداً اللي هو فاكرنا مش ناسينا في الاعياد دايماً عشان بيقولوا امي بطل وابني بطل أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني الدولة دايماً متواصلة معنا وبتهتم بينا ودايماً مش ناسينا في أي حاجة ودايماً رئيس على تواصل دايماً مع أولاد الشهداء ودايماً فاكرينهم عدى وقت طويل قوي من طرف الاستشهاد وهم على تواصل معنا ما منسوناش أبداً موسيقى كل سنة انتو طائبين دي هدية من السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفتو المباره موسيقى لولا همه احنا ما كانش زمننا عايشين والله يعني احنا جاء لولا إن فيه فصيل مننا طلع وقدم روحه وقدم حياته فداء للوطن وفداء للحرية وفداء للشعب المصري علشان يكون فيه نجاح بيكون فيه تضحية لو طولت أزعك في الدنيا بحالة وقولهم أنا أم البطل وأنا أم الشهيد والصيد الرئيس يعني فاكني فيهم حلو زي دهوك وكل سنة هو طيب وتنعاد عليه بخير وإحنا وراك في أي حاجة إحنا وراك موسيقى متشكرين على الهدية اللي هو فاكرنا دايما في أي مناسبة في أي حاجة مش بإنسانة أسرة الشهداء كلنا الصراحة مصابة يعني الرئيس متأخر علينا في أي حاجة في أي مناسبة أي مناسبة بتحصل في العيد في أي حاجة الرئيس متأخرش علينا حتى في المدارس بتاعت الأطفال الحمد لله يا عم متأخرش عمنا موسيقى حاجة جميلة جداً لما رايح البرا لسا فاكراني وفي كل مناسبة بتجيلي وبتقدم لهدايا مبسوطة جداً بتحتفلوا بالشهداء واخدين بالكم منهم والرئيس يعني حسيتنا أنه هو أب مش رئيس دولة لا هو أب فعلاً دا ربنا وعده بالجنة ولي يلفت، عشان من أب ملغس داي أبويا ما متش، أبويا سهيد في جنة حي ولي ما فرحش، أيا مطلبها وبمنه موسيقى جاءت سليمان يوم العرب هدهدة أهدت إليه جرادا كان في فيها وأنشأت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى للمرء قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها باختصار الهدية من رسيات الرئيس قيمة جدا وعظيمة جدا أيا كانت هيئة الهدية لا تكمن في قيمتها المادية ولكن في التكريم المعنوي اللي أهدهلنا إنه فاكر شاهدنا وفاكر والدنا اللي ضحى بنفسه وضحى بدمه عشان البلد الهدية دي من سيادة الرئيس عظيمة جدا لأنها وإن دلت تدل على أن سيادة الرئيس مقدر هذا الدم اللي سال على الأرض موسيقى